السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا فقط للتنبيه بقراءة النص جمع الفلاح أبناءه الأربعة وقال لهم تركت لكم في هذه الأرض كنزا كبيرة فبحثوا عنه خرج الأبناء من عند أبيهم فحمل كل واحد منهم فأسه وبدأ ينكش الأرض يعني ينكشوا يعني يحفروا كيقلب يعني يقلبوا الأرض ليبحث عن الكنز ولكنهم لم يجدوا شيئا رجعوا إلى أبيهم وقالوا لم نجد كنزا في الأرض يا أبانا ابتسم الأب وقال الأرض هي الكنز حافظ عليها أجدادنا من آلاف السنين فحافظوا عليها مثلهم وازرعوها تعطيكم خيرات كثيرة إذن هذا هو النص سوف نختاره عنوان مناسب لهذا النص إذن هذا النص شنو العنوان اللي ممكن نختار ليه ممكن نختار ليه كعنوان مثلا حكمة الأب مثلا أو الكنز المفقود أو لا الأرض أو لا وصية أبن إذن هذو كلهم عنوان يمكن يجوء أو يلأم هذا النص إذن ممكن نختار أنا مثلا وصية أبن إذن نتوما لكم واسع النظر في اختيار العنوان المناسب مهم يكون كي لأم النص وحدد نوع العلاقة هل هي علاقة ترادف أو ضد إذن ما معنى ترادف يعني كلمة مراضف للكلمة الأخرى وضد يعني كلمة ضد الكلمة الأخرى إذن نرى هذه الكلمة اللي أعطونا أعطونا حافظة ومعها ضيعة إذن حافظة عكس ضيعة حافظت على واحد الحاجة ما شب حال ضيعتها إذن هذه علاقة ضد نديرها الإشارة ينكشو يعني ينكشو الأرض يعني يقلبوها إذن ينكشو يقلبوها دي مراضف يعني هذه علاقة ترادف كنديرو لها تساوي نمر إلى السؤال رقم أربعة أملأ خريطة كلمة جمعة إذن الخريطة خاصة نكون دائما نحفظوها إذا الخريطة دي الكلمة وما ده بحد الدين لنا ولكن في المستويات الأخرى خاصة نتعلموه من الرابع نتعلموه أو من قبل 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 من الثالث نتعلمو الخريطة دي الكلمة إذن من كيكون عندنا الخريطة كنبينو فيها نوع الكلمة المراضف دياله والضيد دياله وكركبوها في الجملة عندنا كلمة جامعة نوع الكلمة نحن نعرف أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة إما فعل أو اسم أو حرف إذن عندنا جامعة يجمع يجمع إذن هذه فعل مراضفها ما معنى جامعة جامعة هي جمع شي حاجة كنقولوا إحنا أصلا تبدأ يجمعنا إذن شنا هي جمع هي لما لمية واحد حاجة أو ضمة إذن لما أو ضمة وضدها فرقة أو شتتا ركبو كلمة جامعة في جملة مثلا نقولوا جامعة جامعة أغراضي في الحقيبة إذن جامعة أغراضي في الحقيبة هنا جامعة ليس ضروري نديروا جامعة نديروا جامعة جمعوا جمعنا يجمعون تجمعينا ومهم نحفظوا على الفعل اللي هو الأصل دياله جامعة غنمروا الآن إلى الصرف والتحويل استخرجوا من النص مثالا لكل نوع إذن نطلبوا مننا أننا نستخرجوا من نص مثال الواحد الاسم متصل به دامير إذن نحن يكون دمائر الغائب دمائر المخاطب دمائر الغائبة دمائر المتكلم إذن بزفة ديال دمائر اللي كتتصل بالأسماء وأيضا كتتصل حتى بالفعال وأيضا كتتصل حتى بالحورف إذن هنا مطلوب مننا أننا نجبدو بعض الضمائر اللي متصلة بإسم يعني دامير واحد أو فعل إسم واحد متصل به دامير إذن عندنا جامعة الفلاه أبناء هو إذن هاو أول أول كين هنا أبناء هو إذن غنكتبو إسم هو الأبناء متصل به دامير أبناء هو أبناء أهو ثم غنجبدو فعل تصل به ضمير إذن نغنقلبو دابع لشي فعل تصل به ضمير كين عدنا تاركتو تاركتو كين هنا يبحثو يجدو واو الجماعة راجعوا واو الجماعة قالوا واو الجماعة إذن كين بزاف نختاروا مثلا اللي بدينا عدنا تاركتو تاركتو السؤال الثاني أملأ الفراغ بالضمير المناسب إذن عدنا هنا خسنا نجيبو شي ضمير اللي لأمل لنا هذه الجملة قال لهم قال لهم أبوهم حافظوا على أرض أجدادي كم حافظوا على أرض أجدادي كم ثم السؤال الثالث عدنا أصنف الأفعال التالية في الجدول هذه الأفعال سنصنفهم في الجدول على حسب مثلا إذا كان لدينا الفعل مثال أو أجوف أو ناقص المثال يكون في حرف العلة في البداية الأجوف يكون حرف العلة في الوسط والناقص يكون حرف العلة في الأخير إذن إذا نعرف مثلا هذا يقول أنه مثال لأنه فيه الياء في اللول ولياء كنعرفوها حرف العلة لكن هذا مش هو الطريقة بشكل القول الأفعال إذا بغينا القول الأفعال الأصل دينا خسنا نردوها الماضي مع الضمير هو إذن هن يقول غردوها مع الضمير هو في الماضي إذن نقول قال إذن هن تبدل بمعنى أن هذي يأرها غير دي المدارعة إذن هذي يقول قالة وقالة فيها حرف العلة في الوسط هذا بغينا نجيدو نجيدو هنا في المدارع يقول اللي بينا نعرف ها خسنا نحول هالماضي واجادة واجادة وفي حرف العلة في الأول إذن هذا مثال وغنكتبو ناجيدو ما نكتبو واجادة ناجيدو ثم عندنا صمته ردو هالماضي مع الضمير هو هنقول صامة إذن صامة بانتلينا هنا حرف العلة في الوسط غنكتبو هنا غنديرو صمته ثم عندنا أعطى أعطى هنا بينه في الماضي مع الضمير هو إذن هدي ناقص أعطى سقيت إذن سقيت غرضها مع الضمير هو شغل تعطيني سقا سقا غتجي حرف العلة في الأخير إذن سقيت ناقص سقيت ألعبو هنا هذا فعل سالم لعبها ما كان شعبنا في هذا الجذول يابي ست غرضها في الضمير هو في الماضي إذن نديرو يابي سا إذن يابي ست ما تحيد لنا في الماضي هدلي إذن يابي سا هده هده أصلي يدل الفعل غن نكتب ها في المثال يابي ست يابي ست إذن هده 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 تصنيف دي الأفعل نجد يابي ست يقول صمت أعط سقيت وألعب ما ست سؤال الرابع وحول الجملة حسب المطلوب الفلاح الذكي هو الذي يحافظ على أرضه إذن الذكيان الفلاح الفلاح الذكيان الفلاح الذكيان هما اللذان اللذان سنضعها بإدنس لذن المثل من الاستثناء اللذين ولتي والإ dispositividades ذكيان لام واحدة نحن أج Можно إلا كانت لام واحدة الفلاح الذكيان وسن الذان يحافظان على أرضهما الفلاحة الذكية هي التي إذن لا مشددة ولكن ستكتب لا مواحدة هي التي لأنها حالة ستنائية الفلاحة الذكية هي التي تحافظ على أرضها ثم عندنا الأذكية إذن الفلاحون الفلاحون الأذكياء هم الذين سنكتب بلا مواحدة ولكنها مشددة لأنها حالة ستنائية إذن لذي والتي والذين تكتب بلا مواحدة نحن القاعدة التي نعرف أن اللامة التي كانت مشددة يكونوا جد لامة الفلاحون الأذكياء هم الذين يحافظون يحافظون على أرضهم نمر إلى الصفحة الثانية تتعلق بمكون التراكيب إذن عندنا استخرجوا من النص مثالا لكل نوع فعل مضارع منصوب إذن سنبحثوا على شيء فعل يكون مضارع منصوب جمع ماضي قال ماضي تركت ماضي إبحثوا أمر خارج ماضي حمل ماضي بدأ ماضي ينكوشوا مضارع ولكن مرفو يبحث مضارع منصوب إذن سنكتب يبحث يبحث مضارع منصوب بالفعل مضارع وهي أربعة أن لن إذن كيف أما لام تعليل أو لام الجهود باقي ما سنعرفوه إذن هنا منصوب هذا باللام تعليل تاهير كتنصب ثم عندنا فعل مضارع مجزوم أدوات الجزاز مهي لم ولم ما ولام الأمر وللنا إذن سنقلبوه نعلش في المضارع يكون مجزوم قال لهم تركت لكم فيها فبحثوا عن خرج عنده فحمر كل واحد منهم وبدأ ينكوشوا ليبحث عن الكذب ولكنهم لم يجدوا إذن لم يجدوا مجزوم إذن بحذف حرف النون إذن لم ياج دو لم يجدوا أو لم نجد كي نحس لم نجد إذن كي نهادو لم يجدوا وقلنا الجوازين هما لم ولما ولام الأمر ولا الناهية أجعلوا المفعول به ضميرا كما في المثال نكش الفلاح الأرض إذن كنشدوا المفعول به كردوا ضمير متصل بالفعل إذن كيقول لي سابق المفعول الفاعل إذن سنقوله نكش الفلاح وصل الفلاح الأبناء المفعول به هو الأبناء إذن سنقول وصاهم الفلاح إذن سنقوم وصاهم الفلاح س thực سي foot سه وشجر وก شذبها البستانية إذن هنا المفعول به رضيته لشكل ضمار متصل بالفعل إذن هنا هي الهاء هدلها شكونا هي الأشجار هنا هدلها الغائب سقله شكونا يلي سقل الخزف ماذا سقل الخزف وصاهم شكونا هم ليوصاهم هم يعني الأبناء وناكشها شكونا هي هدلها هي الأرض سنمر الآن إلى التمرين رقم ثلاثة أستخرج من النص جملة توافق الترسيمة أداة جزم فعل مضارع مجزوم مفعول به منصوب إذن نعود رجع للنص كين عندنا؟ في نقينا قبيلة لم يجدوا شيئا إذن لم أداة جزم يجدوا فعل مضارع مجزوم شيئا مفعول به ثم لم نجد كنزا إذن بجوجهم اللي بغينا نديره هنديره لم نجد كنزا لم أداة جزم نجد فعل مضارع مجزوم بلم ماذا؟ كنزا مفعول به منصوب تنوين الفتح بغينا ندير الجملة الأخرى تعينا نديرها أعرب الجملة التالية كي يزرع الأرض إذن كي أداة نصب إذن أداة نصب أداة نصب القبادين في الأعراب أغير أداة نصب نحبس فقط كي أداة نصب يزرع فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ونحبس هنا ماشي نحبس الأعراب أنا عربت هادي ولكن كنين بزاف دي الكلام اللي ما كي عربوا الفاعل حتى كي يكون راه لكل فعل فاعله راه هد عملية الزرع راه ما دارت شبو حدها راه دارها وحد الفاعل هد الفاعل سواء يجينا في الجملة بين أو يجينا ضمير مستتر لجنبين يعني ظاهر أو يجينا ضمير مستتر يعني ما كي ينش حسو في الجملة يعني كنفهموهم السياقة على الجملة أو كي يجي على شكل ضمير متصل أما هو راه ما عمرش فعل غايجي بدون فاعل لهذا تعلموا فيه ما عربته فعل عرفوا راه لاسق معه فاعل ديما غير نقول فعل نبقى كنت سننا من الكلام اللي أعرب باش ننشير للفاعل هذه راه قاعدة لأن منطقيا واش كينش يفعل كي يدار بوحده رايز ساحل إذا نخص الفاعل دياله إذا هنا فعل مضارع منصوب بكي وعلامة النصبي الفتحة الظاهرة على آخره والفاعل يعني كنت شير لي وخا ما كينش لأنه هو راه كين ماشي ما كينش ولكنها ما ظاهرش لنا في الجملة والفاعل ضمير مستعتر تقديره هو لأن هاد الإعراب هاد تقريبا غير فهامة كان نشوف شكولي دار هاد الحادث وفي من الدار وكيفش الدار يعني كان نلعب مع الجملة بعقلي باش نفهم الإعراب إذن كي يزرع قلناش كونه ليزرع هو الفلاح ماذا سيزرع سيزرع الأرض إذن هاد الأرض مفعول به اللي وقعت فيها عملية وقعت عليها عملية الزرع يعني المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل إذن وقع عليه هاد الفعل تعل فاعل إذن الأرض مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وحن نسلنا الإعراب غنزو دابة الإملاء أكمل بكتابة الهمزة المتوسطة المناسبة عدنا با سن إذن غنقول بأ سن هتكتب على الألف علاش لأنها ساكنة ومسبوقة بفتح والفتحة أقوى من السكون لذلك غتغلب عليها الفتحة إذن بأ سن عدنا فؤاد هتكتب فوق الوا علاش تكتب فوق الوا لأنها مفتوحة والفتحة أضعف من الضمة إذن غتغلب عليها الضمة عائي شاتون إذن هذه مقصورة ستكتب على الياء ما قبلها سكون ميت إذن الكسرة أقوى من السكون ستكتب على الياء أكملوا بكتابة أكملوا بكتابة الهمزة المتطرفة المناسبة ذهب الهمزة المتطرفة اللي كتجي في الآخير عدنا قارة إذن ستكتب هنا على الألف لأنها مسبوقة بفتحة أيضا مفتوحة يعني منصوبة شاطي ستكتب على الياء لأنها مسبوقة بكسر والكسرة أقوى من الضمة عب ستكتب على السطر لماذا؟ لأنها مسبوقة بسكون حي إذن لو تنعرف الكتابة دي في الهمزة سواء المتطرفة أو المتوسطة خاصني نكون كنعرف شنه اللي كيتحكم فيها وعلل رسم الهمزة في مائل يعني غد نقول علش تكتبت بحال هذا الشكل إذن عدنا رئة لماذا كتبت على الياء إذن كتبت على الياء لأنها أولا مفتوحة ومسبوقة بكسرة والكسرة أقوامنا الفتحة إذن كتبت على الياء سنكتبها غير لأنها مفتوحة ومسبوقة بكسرة أو ما قبلها كسر يسألوا لماذا كتبت على الألف لأنها مفتوحة وما قبلها سكون وما قبلها ساكن أو سكون سكون حي لدينا مساء لماذا كتبت على السطر لأنها لأنها مسبوقة بمد أو بسكون ميت مسبوقة بمد نكتبها بمد يؤذن لماذا كتبت على الواو لأنها مسبوقة بضم ونعلم أن الضم أقوى من الفتحة لأنها لأنها مسبوقة بضم الآن سأمر التعبير الكتابي ورتبوا أحداث النص القرائي حسب التسلسل ها فيه إذن هذه الأحداث سأرتبوهم عودة الأبناء إلى أبيهم بحثوا الأبناء يعني الكنز وصيتوا الأب لأبنائي جمعوا الأب لأبنائي إذن أول حدث هو جمع الأب للأبناء ديولو إذن جمع الأب للأبناء ديولو من بعد أشنو من اللي أخبرهم عن الكنز خرجوا بشي بيحتو عن الكنز إذن هذا هو الحدث الثاني عودة الأبناء إلى أبيهم من اللي مالقوش الكنز أخيراً وصاهم الأب باش يخدموا الأرض ويحافظوا عليها كيفما حافظوا عليها جدودهم ويزرعوها إذن هذه الوصيل اللي وصاهم في الآخر سؤال الثاني أتخيل أحداثاً جديدة للنص وأكمله بالسرشاد بما تعلمته في مهارة تكملة نص سردي إذن هنا نحاول ندير الخاتمة للنص مثلاً سنعود نختموه مثلاً نكمله عليه إذن سنقول فاهمة سأتخيل أحداثاً جديدة للنص وأكمله بالسرشاد بما تعلمته في مهارة تكملة نص سردي إذن فاهم الأبناء قصد أبيهم وعرفوا أن الأرض كنز تمين ينبغي أو تنبغي المحافظة عليه فقرروا فيما بينهم أن يعملوا بجد لتحقيق وصية أبيهم وعقدوا العزمة يعني عزموا وعقدوا العزمة على بدء العمل من الغد استمر الأبناء في خدمة الأرض وزرعها والاعتناء بها فبدأت جهودهم تعطي أكلها وبدأت الأرض تجهود عليهم بخيراتها فعاشوا سعداء هاني إينا سوف احتل هنا ونوقف هذا هو الفرد الخاص بالحصة الخاص بالنصة والرابعة دائما وعندنا يتجدد في الحصة المقبلة بحول الله ترجمة نانسي قنقر